يا صباح الخير والصحة والسعادة والجمال على الأحلى مشاهدين في الدنيا ومشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج تريند خلينا نقول جمعة مباركة عليكم يا رب يومكم يكون يوم سعيد ويوم متفائل تقدر تحققوا فيه كل اللي انتو بتتمنوا حلقتنا النهاردة هي هتكون مختصرة شوية لظروف خارجة عن الإرادة لكن هتكون فقرتنا فقرة متميزة معانا طفل من الأطفال اللي فعلا نقدر ان احنا نقول ان هو الطفل المعجزة عمره سنوات قلالة جدا لكن نقول ان خبرته في الحياة خبرة كبيرة جدا قدر ان هو ينمي مهاراته في حاجات كتير جدا أبرزها هي المسرح أو مهارة التنفيل خلينا دلوقتي نشوف الموهبة اللي معانا النهاردة بس قبل ما نشوف الموهبة خلينا نرحب بزميلي في الستوديو محمد أبو غزيرة ازاك يا سيد محمد ازاك يا رسول الله الرحمن صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم الجمهور كله وعالناس وصباح الخير يا عمر صباح النور ازاك يا عمر خبرك فيه الحمد لله اعرفنا بقى كده يا عمر عندك كم سنة انا عندي 11 سنة بدأت تمثل للسانة اللي فاتت كنت باخد دور بطولة على ان انا واحد طالع بدور شغير ومفروض هلبس واحد في قضية بس فبقى بتبدأ الاحداث بقى تبدأ تاخد في بعضها ومفروض يعني ان هو يعني بسبب ربنا والعدل هيطلع بريق تبام وانا اللي هلبسها بس شغيري ازاي عمر تاكلك كيوت خالص يعني ايه بس هياتها يعني انا يعني في الاخر البان الشر البان طب عمر خلينا عايزة اقولك هل انت بتحب التمثيل ولا بتحب عندك هواياتها لأ انا بحب التمثيل وانا عندي هوايات برضو اللعبة على الفرستيشن بس طيب عايزين كده عايزين بقى كده استاذ محمد علشان الوقت معانا دقيق للأسف عايزين دلوقت بقى نشوف كده عمر مشهد بقى يعني ورينا كده ورينا كده يسوي لنا تعملوا المين الاول يعني الاول اللي شرح لنا الاول هعمل اننا واحد شرير بس هكون بحسده هابدأ كده ما بحسده وعايز اقولكو عزيزين مشاهدين عمر بس مش يعني ما شاء الله مش محترف التمثيل باللغة العربية بس لكن مع لغات تانية هنشوف ده دلوقت مع بعض يلا كده عمر ورينا بقى حاجة تعال هنا كده عمر وبص للكاميرا قدام وورينا بقى ما لي قرى الناس يتهافتون على هذا المحل لا يوجد السوق غير الحق صادق لقد خدع الناس بمعسولي كلامي وامم ان بداعاتي فاخرة ويبيعها بارخص الاسعار اقسموا بالله العظيم اللي عرف ان السر يا حديث اطلع كده قدامي عمر شو هاي وحين اذن سألاله منك ده كده جزء وانا بحسده عايزين بقى كده نشوف بقى انت كنت عامل سكتش وانت مكتشف الامريكتين صح كده ورينا بقى اطلع كده قدام قدام الكاميرا وفرجنا بقى عيد تاني برضه عمر اه مكتشف الامري برضه لا لا زي ما انت يلا وشك بقى الكاميرا بالعربة صح؟ نفس المكتشف مالي ارى الناس يتهفتون على هذا المحل لا يوجد السوق غير الحج صادق اجد خدع الناس بمعسولي كلامي وهم انا بداعاتي فاخرة ويبيعها بارخص الاسعار اقسموا بالله العظيم اللي عرف ان السر يا حج صادق وحين اذن سألاله منك ده كان مكتشف الامريكتين عربة اجنابت لع كدام خطوة وورينا نعم سر انا كريستوفر كلامبوس انا اتصالي منك اتصالي امريكا كلمنا بقى كده ترجم بقى للسادة المشاهدين كنت المقطع ده تحديدا وشاركت فيه بايه هوا كان مفروض ان ده كتاب اثري ضاع بس هوا فيه كدره انت اول ما بتفتحه بيجيلك اللي انت بتقراه فا اول حاجة ده انا بيها كان كيروباترا بعدها فرنش بعدها بقى امريكا اللي هو انا انا كنت مفروض هو اول ان فتح الكتاب قال ان دي اخر صفحة وان خلاص بقيت فيها فانا مفروض بقى ان ارت dep 밑 اللي اجت اللي لقى نعم يا حضرتك انا كريستفور كلون بس انا واحد اعتالي تمام اذا اكتشابت امريكا وكان فيه طبعا ناس عايشين هناك ناس اما كان مسمالهم ف اللي ،au امريكا انا بنعرفهم كلهم ساعة quando حادث امريكا قل لنا مين مسلك الأعلى في الفن؟ مين؟ يعني مين تبقى حيث تبقى زيه؟ مثلاً أحمد فاهمي أحمد فاهمي ومحمد رمضان الناس دي يعني طب عايزين أعرف بقى حلمك أن أنت تطلع إيه؟ هو أنا عايزة أطلع عدكتور يعني غير جانب التمثيل طبيب هو أنا عايزة أطلع عدكتور بس هو دكتور نفسي عشان النفس هي إليها علاقة بكل الجسم فأنت مفروض لما تخرش في بتعرف توصل مع النفسي بتعرف تحلي مشاكله التانية طب إيه الحاجات اللي أنت شاركت فيها يا عمر في التمثيل؟ إيه الحاجات اللي أنت قدمتها؟ هل في حاجات في المدرسة قدمتها؟ هل في حاجات في الحقيقة قدمتها في التمثيل؟ ولا لسه أول تجارب يعجب؟ لا، هو كان أول تجارب عمر طب خلينا نقول بقى المرحلة الجاية بتفكر في إيه يا عمر؟ عايز تعمل إيه الفترة الجاية؟ هو أنا عايز أعمل يعني كدور عايز أبقى دور واحد يعني مش شرير ومش طيب أهما كنت شدير المرات أهما هو أنا عايز أروق يعني أنا في نفس الوقت شرير بس عشان الخير طب حكينا بقى أكثر كده عن البيت البيت عندك هل والدك ووالدتك واخويتك لما بيشوفوك بيتمثل بيدعموك ولا هما المبدأ عندهم إيه؟ لا بيدعموني بس يعني جانب يعني التمثيل مركزين في الدراسة شوية أكثر حد مين بيدعمك أمر؟ أكثر حد أهما عمتي ممتل أهما طبعا إحنا إحنا بنوجه التحية الإعلامية أولتات مصطفى أهما المضيع الإذاعية الكبيرة أهما إنها سنحت لينا أهما بالفرصة دي إن احنا يكون معنا عمر المهد أهما عمر رسالة بقى أخيرة حابب كده تقولها لكل زمالك اللي شايفينك دلوقتي هو أحب أقولهم إن هما يمشوا ورح المهم ما فيش حاجة مستحيلة يعني إن شاء الله عليك عمر والله رسالة قوية عزيزي المشاهدين رسالة قوية من طفل لسه يعني بيبتدي حياته الحقيقة قيم كتير بنقدر إن إحنا ناخدها من تجارب مش هنقول أطفال أكتر ما هنقول هم رجال المستقبل وصانعي المستقبل بإذن الله تعالى حاببت تقول للجمهور قبل ما نقتلين انت عدك كم سنة؟ حداشر حداشر سنة إن شاء الله عليك عمر قبتلي كم إعدادي؟ قول إعدادي بس دخل بدري صانعيني إن شاء الله عليك عمر بتوفيق إن شاء الله يا عمر وإن شاء الله يكون لنا اللقاء بقى مطول معاك وبنعتذر عن كسر المدد ويكون عندك فرصة ببرنامج تريندي ونخد شاف الحلقة وإن شاء الله يكتشفك وتبقى حاجة جميلة وعن طريق برنامج تريندي وإحنا أي حد حبيب يتوصل مع عمر يا جماعي يبتدي يتوصل معنا على أرقام البرنامج أو على صفحاتنا على الفيسبوك إن شاء الله يا عمر نلتقي كده مع بعض في حلقة تانية عزيزي المشاهدين وقت فقرتنا انتهى بسرعة لظروف خارجي عن الإرادة لكن نوعيتكم إن شاء الله خلال الحلقة الجاية الفقرة تكون أطول شوية ونبتدي إن إحنا نستفيد في الحديث دي كانت فقرتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله نلتقي الحلقة الجاية بموضوع جديد عمر بشكرك جدا على تواجدك معي عفو عليك بشكرك يا بستاذ محمد على تواجدك معي أنا فرحان والله إن عمر جاي نوورنا من أرضه وحاجبين بالله شرفت بيكم والله والله أنا حاسم بدينا حد كبير حد صغير ماشاء الله عليكم أعزائي المشاهدين أشوفكم في نفس الموعد الإسبوع الجاي دمتم في أمان الله تحياتي عبد الرحمن سيلي